ختامها مسك مع البحث السادس للدكتور أحمد بن يحيى الكندي الأستاذ بقامعة السلطان قابوس وعنوان بحثه سيرة الشيقة بأحمد بن عبد الله الكندي في المنافحة عن حرب الإمام محمد بن أبي غسان فليتفضل ولديه عشر دقائق أيضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين لا يفوتن ابتداءنا أن أشكر قمعية التواصل وعلى رأسها شيخنا القعبيري وقمع القائمين على إنقاح هذه الندوة فبارك الله بهودهم وأما بالنسبة لمداخلتي فهي بعنوان سيرة الشيخة بكر الكندي في المنافحة عن حرب الإمام محمد بن أبي غسان وهذه الورقة متضمنة أربعة مباحث تعريف بأبي بكر ودوره في السير وأيضا تأمل محتوى ومادة هذه السيرة ثم المنهج الذي قرأ عليه الشيخ مع بيان مصادر السيرة وطبعا في النهاية خاتمة الورقة أيها الإخوة من حظي أن أكون آخر المتداخلين فأمتعوني ولولي لحظات بآذانكم وبأذهانكم هذه السيرة المتأمل فيها طبعا نقد بالنسبة لأني سأطوي طيّن عن شخصية الشيخ أبو بكر لأنه عالم قليل معروف ولكن فقط أشير إلى أن التمازق العلمي والتكوين ومتانة التكوين العلمي الذي تمتع به الشيخ أبو بكر إن كان في علوم الفقه والعقيدة واللغة واضحة قلية فيما سطره في هذه السيرة وكذلك الدور السياسي المهم الذي قام به الشيخ أبو بكر الكندي ظاهر قلي فيما كتبه وسطره في هذه الرسالة أو في هذه السيرة فضلا عن الشيخ له دور أيضا في السيرة سواء ألف بعض السيرة هذه السيرة أو سيرة الاهتداء أو سيرة البررة أو كما يرى جملة أو عدد من الباحثين أن له دورا في جمع السيرة الإباضية أو السيرة العمانية ارتبطت هذه السيرة بمهاد تاريخي وهو أن بعد بيعة الإمام محمد بن غسان لم يقبل أهل العقر وهي محلة في نزوة هذه البيعة وظلوا على رفضهم لإمام بن أبي غسان فوقعت الحرب بينهم وبينهم وضمن تلك الحرب وقعت بعض الأحداث من حرق أو إتلاف لبعض الممتلكات هذه الأحداث دفعت الشيخ أبي بكر الكندي وهو الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد الغلافقي بن صالح الغلافقي بكتابة رسالة موجهة إلى هذا الإمام نقدا له وهذا الإمام وهو محمد بن أبي غسان من المدرسة الرستاقية والشيخ الغلافقي من المدرسة النزوانية وبين الفريقين قولات من المحاورات والنقاشات والحقيقة أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من التأمل لننظر الحوار داخل كجزء من أدبيات دراسة الحوار داخل المدرسة الإباضية حال الاختلاف بينهم وهذا أيضا نحن هذا المعطى ندعو الإخوة المنصفين الباحثين من دارسين التاريخا يستفيدوا من هذه التقربة لأنها كانت أحيانا نجد الأستاذ من المدرسة النزوانية والتلميذ من المدرسة الرستاقية ويكون بينهما حوار يمكن أن أصف في بعض هذه السير أو الحوارات أشبه بالمعاتبة منها من القدح والذنب الشديد وإن كانت بعض هذه الدراسات لم تخلوا من حدة أو هذه الرسائل في العبارات نص الرسالة أيها الإخوة أو السيرة إذا ما نظرنا في المحتوى العام لها تضمنت جملة من المسائل المهمة على أن يوفق إبراز بعض هذه المسائل سأطوي طيّا عن مسألة المقدمة وإن كانت طاهرة بأنها كانت قوية مدبقة بلغة قوية كسائر الرسالة لكن أهم المسائل الفقهية والعقدية والأخلاقية الأحكام الأخلاقية تصطلحت عليها بهذا العنوان الأحكام الأخلاقية والفقهية والعقدية التي تضمنتها الرسالة مسائل كثيرة منها ما يحتاجه الناصح والآمر بالمعروف والنهي على المنكر أن يتصف به فأطلّ بنا الشيخ أبو بكر في إبراز فقه النصيحة وتعقبني في هذا المقام عبارة جيدة في هذا يقول فيها أن يكون هذا الناصح عالماً بما يأمر عالماً بما ينهى أو الآمر المعروف والنهي على المنكر عدلاً فيما يأمر عدلاً فيما ينهى رفيقاً فيما يأمر رفيقاً فيما ينهى وهذه طبعاً لاحظ اللغات لاحظة يعني هذه العبارة الجامعة وتكلم عن فقه النصيحة ومن المسائل المهمة أيضاً التبين والاحتراز في إطلاق الأحكام قبل إطلاق الحكم بالتبري أو التخطئة وكان يطلب من كاتب الرسالة إن كان لكاتبه وشيخه أو كما تنسب في بعض أيضاً أنها لأهل العقل دون أن تنسب إلى الشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن صالح فهو يوجه في نص هذه الرسالة إلى ضرورة التبين والاحتراز والحذر قبل إطلاق الأحكام وفي نفس الوقت هو يحاول إزالة اللبس الحاصل من خلال هذه القضية وأن الإمام لا يتحمل تلك الأحداث وضمن هذا يقسم الأحداث إلى ثلاثة أقسام الواقعة في هذه الحرب إلى حدث وقع من عوام الناس لم يأمر ولم يعلم به الإمام وقام الإمام بإصلاح الأمر ورضي بضمان الأحداث الواقعة وكذلك أرسل إلى عاقبة الذين وقعوا والأمر الثاني أحداث لم تقع منهم فهم برآة منها برآة منها وإنما هي ضخمة واسيقة في معرض النقد لهذا الإمام ومن شارك في الحرب معه ثم بعد ذلك الشيخ نجده وهو يفصل في مسألة ما يجوز لأهل القبلة ما يحل للمحاربين من أهل القبلة ويورد كثيرا من أقوال العلماء وهذه قضية فصلها طبعا المعذرة أن سيف الوقت دائما يلاحق فلا يمكن أن نلم بكل الأشياء وهذه قضية مهمة في الحقيقة وهي قضية ما يحل من المخالف وهذا الرسالة في حقيقتي أنا في تقديري رسالة الشيخ إن كانت للشيخ طبعا أو التلميذ هي محاولة تأكيد على المنهج الإباضي المعتدل في قضية أو المتعفف في المس بالدماء والأموال وهذا نهج كما يعلمه كثير من الدارسين نهجه الإمام والخطاب المعافري قبل ذلك والإمام القولندا والإمام طالب الحق وغيرهم من أئمة الرضا الذين كانوا أعفى الناس في الدماء والأموال هنا أيضا يعني إذا قينا ننتقل بعد ذلك إلى المنهج المنهج الشيخ طبعا واضح فيه أنه تبع منهجا علميا دقيقا وفي تحرير المسائل والمناقشة يعتمد على الاستدلال بالقرآن والاستشهاد بالحديث النبوي والاستشهاد بفعل الصحابة ومواقفهم في أكثر من مسألة وكذلك الاستشهاد بفعل أئمة الإباضية أهل الرضا خاصة في مسألة قبري وضمان الأحكام الأحداث التي تقع من الجيش الذي يحاوى وقت الحرب وهي ليست بعلم الإمام وطبعا هذه الأحداث تقسم إلى ثلاثة إلى أقسام إما أن يكون هذا الحدث من عوام الناس فيتحمله من وقع فيه وإما من الجيش لكن لا يمكن تحديده فيمكن إذن أن يتحمله الجيش أو يمكن للإمام أن يأمر بقبر ذلك من مال الدولة وبيت المال وفي الغالب هذه الأحداث أما إذا كان الأمر يتعلق برضى هذا الإمام أو بإذنه فذلك هو الذي يقدح في صحة الإمامة والإمام ابن أبي غسان لم يقع منه ذلك سنلاحظ القدرة العالية على المحاقق في هذه الرسالة قدرة عالية وقد ضربت نماذج في هذا وأما البناء اللغوي للنص فهو لا ما زال عندي دقيقتان دقيقة وأما وأما البناء اللغوي فالرسالة قوية البناء اللغوي على مستوى اختيار مادتها اللغوية قد راقية وقد كتبت بلغة صرين رصينة جزلة فخمة واضحة وإن اجتملت على بعض الغريب ويمكن القول أنها تجمع ما بين القانب العقلي والعاطفي في لغة الخطاب أحسن الشيخ أبو بكر انتقاء الفاظ النص وسبكه في قالب نظمي رفيع أيضا تضمنت الرسالة قملة أساليب في مقدمتها أسلوب المعاتبة وواضح أن طريقة رده كان ينهج فيه نهج المعاتبة من الهجوم الحاد والتواضع والحوار المناقشة وغير ذلك مما أتمنى وأوصي في آخر الدراسة أن تدرس مثل هذه الرسائل وأن يستفاد منها اليوم خاصة في وسط الاحتراب الواقع ما بين المسلمين كيف توصف الأحداث كيف ينتبه الناس بأن بعض الأحداث لا بد أن تقبر وأن تضمن إذ لا يقوز لا يعطاء الحق فيها وكذلك أيضا الحوارات هذه منهج الحوار له أيضا فائدة أن نستفيده في عصرنا اليوم بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر